شاركت مصر في اجتماع مجموعة عمل الاتصال الاستراتيجي المنبثقة عن التحالف الدولي لهزيمة داعش الإرهابي والذي عقد في لندن يومي التسع والعاشر من شهر مارس الجاري وفي بيان الخارجية أكدت مصر على ما يمثله الإرهاب من ظاهرة عالمية تتجلى في كافة أنحاء العالم ولا تقتصر تأثيراتها على منطقة بعينها كما تم إبراز الجهود التي تطلع بها مصر في مجال مكافحة الفكر الإرهابي ومواجهته فكريا والدور الذي يطلع به الأزهر الشريف من خلال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف هذا وتمت الإشارة إلى الجهود التي تبدلها دار الإفتاء المصرية عبر التصدي للفتاوى المتشددة التي لا تعكس صحيح الدين والدور الذي تطلع به لتأهيل الكوادر القادرة على الاطلاع بمهام الوعظ وفقا لأسس دينية سليمة